السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيارتنا اليوم من الصانع السويدي العريق فولفو الشهير بصناعة السيارات المليئة بوسائل السلامة السيارة عبارة عن كاميرات أمامية عندك حتى على الزجاج الأمامي كاميرات ومسحات للطريق رادارات موجودة على السيارة حساسات أمامية جانبية إضاءة موجودة عندك LED متفاعلة بشكل خيالي بتلاحظ أول ما تفوت موقف باركينات أو أي مكان فيه ظلام أو أول ما تبلش تتلف عجلة القيادة حتى ولو شوي صغير يمين أو يسار ستشوف أنت الإضاءة كيف تتحرك معاك بشكل واضح جدا ستشوفه معاك بشكل جدا واضح المقاس المعاي لليوم أنا مقاسة 16 إنش بنسبة للجند مقاسي إطار نفسه 235-50 تمام؟ فرامل السيارة عادية ولكن تفي بالغرض بالآخر هذه السيارة سيارة عملية وليس السيارة الرياضية تتوفر XC40 بطراز ذو دفع ثنائي أمامي أو دفع رباعي نفس اللي معانا لليوم تمام؟ تمام السيارة عليها مرايا كهربائية إضاءة الخلفية الطولية LED عندك بصمة فولفو بشكل كبير XC40 اسم السيارة T5 الفئة اللي معاك هي عندك أنت T4 T3 T5 على حسب المنطقة عندك ولكن T5 ما تعني يعني خمسة سلندر هي أربعة سلندر ولكن كقوة محركات تبدأ من T3 T4 T5 وعندك حتى D4 D3 D5 من نسبة لمكاين ديزل حساسات أكيد موجودة ضوالي بريك الجناح المرتدي على السيارة وصندوق خلف يفتح بضغطة زر كهربائية ومن خلال ريموت كنترول عندك 479 لتر هو حجم الحمولة فمساحتها جدا ممتازة مقارنة بأبرز المنافسين نوع القماش الغريب الموجود في داخلية الأبواب هذه البطانة الموجودة تحس موكيت سجاد والله سجاد بيت نعم غريب استخدام بلاستيك كل مكان كل شيء بسعره المفروض ولكن نوع البلاستيك أكيد ما سيكون بالبلاستيك الرخيص مثلا موجود بسيارات جدا رخيصة كل شيء عندي تحكم باللمس صوت المراوح عالي حتى عما أروح اثنين هذا الشيء لاحظت بالسيارة أنه حتى أنا يعني إذا أنا بدي أبرد على نفسي وكي لازم أرفع على أقل لدرجة ثانية من مكيفة تسمع صوت عالي من مكيف شيء غريب الآن نحن وضطينا عشان موضوع الصوت ليطلع في المارك عنكم ويزعجكم الشاشة الموجودة 9 انش 9 انش موجودة بكل فئات مفروض إلا إذا بعض وقالا ما حيجيبها هي الشاشة خلاص ما فيه سيارة كل سيارة بهذه الشاشة صراحة 9 انش تعمل باللمس عندك أنت كل شيء فيها شوف تركشن كنترول فيها أنظمة السلامة من نحية التحذير والمحافظة على المسار عندك موضوع التحذيرات الصوتية عندك موضوع التحذيرات الخلفية أيضا إذا في عندك أي خطر أمين أو يسار start and stop أنك تفصل المحرك عن الدوران عن توقف لفترات قصيرة نظام مقتل عمياء blind spot assistant الكاميرا park in park out أن السيارة تصف لحالها أو تطلع لحالها من ال parking عشان القيادة جدا ممتازة جدا تحكم فيها ممتاز أزرار تتعود عليها شوي لأن السيارة مثلا مو متعود عليها تشوف بأي سيارات ثانية فأزرار همك تحس فيه تصميم خريب فيها هاي عشان موضوع المسافة بينك بين سيارات الأمامك وهذا the cruise control على اليمين تتحكم به الشاشة الموجودة عندك بالأمام تعالي الصوت تنزل أوكي وتطلع أنت تشوف مثلا من ذلك معلومات معينة تغيرها أو لا أوكي بالخلف عندي هذا الزر أيضا عشان تفتح الصندوق الخلفي وكذا تحكم بحدة إضاءة العدادات عندك وضعيتين ذاكرة بالنسبة للمقاعد الأمامية وعندك نوافذ كهربائية بتأكيد تحكم المرائية كهربائية أنا مو حاط حزام فعطيني إشارة الكرسي باللون الأحمر تمام مبدئيا أنا مفوط فيني أو أقدر أمشي بدون أن أضع حزام فأنا أضع على درايف شوف هدية وكي الهاند مرفوع الباركين جريك مرفوع بشي رجع على برايك سأرى ما تمشي أدوس بنزين وما تسمح لي أمشي دايس فول بنزين شوف مرادة تمشي السيارة مرادة تخلييني أكثر بس شوف مجرد أضع حزام أوكي مشيت هذا القصد عليه في ذات حلقة أنه مواصفات الأمانة الموجودة بفولفو و أكسي فورتي كثيرا حساسة و كثيرا حياة مبالغ فيها ولكن هم يزيدوا الأمانة هذا الشيء يمكن أن يزحاج عن بعض الناس طيب نتكلم عن المحركات الموجودة أول شيء تتكلم عن المحرك الأساسي اللي هو الأربع سلندر الموجود معي ساعة 2 لتر توربو تشارج قوة 247 حصان و العزم يكون 350 نيوتر متر محرك أداءه بكل صراحة شوف تيربو نشيط يفتح معاك لاك خفيف جداً كسيارة SUV كومباكت عملية استخدام يومي فسيارة تيربو فيها صراحة أداء المحرك جداً ممتاز 247 حصان جداً ممتازين بالنسبة للمنافسين مع تسارع من صفر لمية بستة ثواني ونصف ستة ثواني ونصف أيضاً رقم جداً ممتاز بالنسبة للسيارة بهذا الاستخدام مع صراحة الصواب تكون 230 كم في الساعة محددة الكترونياً هذا الموضو يختلف من دولة لدولة من وكيل لوكيل فيفضل تراجع فيه منطقتكم ووكيلكم الموجود عندكم تحسن سوقها أكثر لأن سيارات فعلاً ممتازة بكل صراحة السيارة جداً ممتازة كقيادة كثبات كنظام دفع كتجاوب إنجن أو محرك كتجاوب قير كاستهلاك بنزين كمكيف بارد أوكي يمكن صوت المكيف عالي إذا على المروحة الثانية فحمشيها مش مشكلة ما حتبره تعليق سلبي كثير موجود يعني حتتعود عليه بالآخر فأتمنى من فولفو أن تحسن سوقها أكثر لأن سيارات فعلاً ممتازة هذه الحلقة مختصرة لمشاهدة الحلقة الكاملة اضغط على الرابط في الوصف أسفل الحلقة